بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد ولا شك أن التوحيد هو الأساس هو أساس الدين وهو قاعدة الملة وهو الذي أنزل الله ختبه وأرسل رسله للدعوة إليه بل هو الذي خلق الله الخلق بالأجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رسل وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله خلق الخلق ليعبدوه أي ليفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى ولكن من الناس من الخلق من حقق هذه الغاية التي خلق من أجلها فعبد الله سبحانه حق عبادته وتجنب الشرك لجميع أنواعه وهم قلة من الخلق فيهم الرسل والأنبياء وأسباعهم والأكثر لم يحققوا هذه الغاية التي خلقوا من أجلها ولم يلسفتوا إليها بل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأطروا على ما هم عليه مخالفين بدعوة الرسل الذين دعوهم إلى الرجوع إلى الأصل الذي خلقوا من أجله وأميروا به خالقوا الرسل وبقوا على شركهم وتواصلوا به واتهبوا الرسل عليه الصلاة والسلام بالسحر والجنون وغير ذلك من الألقاب المنفرة وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوى صوته بل هم قوم طاوث فالله جل وعلا من رحمته أنه لم يترك الخلق على ما هم عليه من الشرك والكهر بل أرسل إليهم هؤلاء العسل يدعونهم إلى السوحيد الذي هو دينهم وهو الذي ينقذهم الله به من النار ويدخلهم به الجنة هذا من رحمته سبحانه بعباده لأنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام دعوا الخلق إلى توحيد الله والرجوع إلى دين الله لإنقاذ أنفسهم من النار ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لا تذرن آلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوف ونسر وقد أضلوا كثيرا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم نمسوا واصبروا على آلهته إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هكذا قال أول الأمم لنوح عليه السلام لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا وهكذا قالت آخر الأمم لمحمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن اتبع الرسل من هذه الأمم فأنقذوا أنفسهم من الشرك ومن الكهر ومن الضلال ولم تأخذهم العصبية والحميلة الجاهلية لأديان آبائهم وهم قلة من الخلق كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين قال سبحانه وإن تتعثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظلم وإنهم إلا يخلصون قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن الخير كل الخير في هذه القلة المؤمنة في كل جمال ومتاح وفيها الخير لنفسها وفيها الخير لغيرها وبهم يبقى دين الحق ويصل إلى من أراد الله له السعادة والنجاة فدين الحق واضح تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عليه الصلاة والسلام فرقت النصارى على إحدى وسبعين فرقة وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه دين التوحيد وعقيلة التوحيد هي سبب النجاح هي سبب النجاح وهي الفلاح والصلاة في الدنيا والآخرة حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوث فذاك للشيطان من غير إشراك به هما أصل النجاة فهما سبب النجاة فحبب السببان فحبذ السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان والناس بعدها مشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان كما يقول الإمام بن القيم رحمه الله فالواجب على من يريد النجاة لنفسه ويريد النصيحة لإخوانه ولأمته الواجب أن يتمسك بهذا التوحيد وأن يدعو إليه وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك فإن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام ومقام أسباعهم إلى يوم القيامة ولا يهولنك ما عليك غالب العالم الإسلامي اليوم من وثنيات تتمثل في عبادة القبور والأضرحة يدعون إليها ويمزينونها للناس بحجة أن هذا هو الدين وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين وأن هذا هو الذي أمرنا الله به إلى غير ذلك من شبهات وأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام وهذه الأضرحة ليست بأصنام ولكنها قبور رجال صالحين مقربين إلى الله فنحن نحبهم ونطلب منهم أن يقربون إلى الله الدلفة وأن يشفعون لنا ونحن لا نريد منهم إلا الشفاعة وهذه هي مقالة المشركين الأولين شواء بشواء قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذا الشرك سماه شركا ونزه نفسه عنه وهؤلاء يقولون لا هذا ليس بشرك هذا محبة للصالحين وهذا اتخاذ للوسيلة والله تعالى يقول وابتغوا إليه وسيلة ويقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة عندهم هي هذا العمل أن يجعل بينه وبين الله واتطة من الأولياء والصالحين ليرفعوا حوائجه إلى الله ويشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى أن أقول هذا هو شرك الأولين سواء بسواء كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله سماه عبادة سماه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى من دون الله يعني لغير الله ويعبدون من دون الله أي غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعترفون بها لأنها لا تضر ولا تنفع ولكن يقولون إنه موسى طالنا وتفع لنا عند الله الله جل وعلا أكذبهم وأنكر عليهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشيكون قال سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلطا له الدين ألا لله الدين خالف والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل اعترفوا أنهم يعبدونهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل أي ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون في الكون لا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أنهم يقربوننا إلى الله جلسة يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماهم كاذبين وسماهم كفارا بعملهم هذا وهم يقولون لا نحن لسنا كفارا فهم يعارضون الله سبحانه وتعالى ويعارضون القرآن ويقولون لسنا كفارا ويقولون لسنا مثل المشركين الأولين هكذا يزعمون ما الفرق بينهم وبين المشركين الأولين وهذه مقالاتهم ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذه أفعالهم هي مقالات المتأخرين وأفعال المتأخرين لا فرق بين من عبد اللات والعز ومنات ثالثة الأخرى وبين من عبد قبرا وضريحا ووليا من دون الله عز وجل لا فرق بينهما لأن المنهج واحد والحج واحدة لم تختلف حجة الأولين وحجة المتأخرين لا فرق لا فرق إلا أن أولئك المشركين الأولين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقردون إلى الله ذلفا وهؤلاء يقولون هذا من محبة الصالحين ومن تقدير الصالحين ولهم منزل عند الله فنحن لا نطلب منهم إلا أن يقربونا إلى الله أو أن يشفعونا إلى الله ما الفرق بين المقالتين إلا الأغالير والدعاوى الكاذبة وأما الوسيلة التي أمر الله باتخاذها قوله وابتعوا إليه الوسيلة الوسيلة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه هي الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والذين يدعوهم المشركون هم عجير وعيسى بن مريم ومريم ابنة عمران يقولون هؤلاء هؤلاء يقربون يقربون إلى الله ذلف ويشفعون لنا أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تعبدون هم عباد لي يعبدون ويتقربون إلي ويخافون من عذابي ويجدون رحمتي ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يُعبد من دون الله هؤلاء عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة فالوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تُقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل وليس في الوسيلة الواسطة التي تُجعل بين الله وبين خلقه الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة إلا الرسل عليه الصلاة والسلام فإنهم واسطة في تبليغ الرسالات واسطة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة وليس واسطة بين الله وبين الخلق لأنهم يعبدون من دون الله عز وجل ولهذا يقول سيح الإسلام بن تيمية رحمه الله هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر أو واشقة من أنكرها فقد كفر وهناك واشقة أو وسيلة من هناك وسيلة من أنكرها فقد كفر وهناك وسيلة من تمسك بها فقد كفر ما هي الوسيلة التي من أنكرها فقد كفر هي وسيلة الرسل في تبليغ الرسالات فمن أنكر رسالة الرسل فقد كفر ومن أنكر أن الرسل بلغوا أممهم فقد كفر هناك وسيلة من أقر بها فقد كفر وهناك وسيلة من جحدها فقد كفر فمن أقر بالرسل وأقر بأنهم بلغوا الناس رسالات ربهم من أقر بها فهذا هو المؤمن وأما من جحدها وقال لم يأتي رسول ولم تبلغنا دعوة فهذا كافر وكذلك هناك وسيلة من أثبتها فقد كفر وهي اتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في تبلغ حوائجنا ومغفرة ذنوبنا بل أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى مباشرة من غير استخاذ واسطة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل يستجيبوني وليؤمنوا بلعلهم يرسدون فالله يسمعك إذا دعوك ويعلم حاجتك ويعلم ما تريده منه سبحانه وتعالى فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة تبلغه حوائجك كأنه لا يعلم سبحانه وتعالى كأنه لا يدري والله جل وعلا رحيم بعباده لا يحتاج إلى من يؤثر عليه ويشفع عنده حتى يتأثر بل إنه سبحانه يريد بعباده الرحمة والخير لخلاف ملوك الدنيا فإنهم قد لا يريدون الخير إلا إذا توسط عندهم المسطة وأسروا عليهم لأنهم ليس في قلوبهم رحمة للرعية فلابد من وسائط يتكلمون عندهم ينصحونهم فيؤثرون عليهم فتلينوا قلوبهم الله جل وعلا ليس كذلك الله أرحم بعباده من الوالد بولدها وهو يريد لهم الخير يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم الله يدعو إلى الجنة سبحانه وتعالى وهو يريد الخير لا يحتاج إلى أحد أن يؤثر عليه سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى أحد أن يخبره بحوائج الخلق لأنه يعلمها ويسمعها سبحانه وتعالى ما بينك وبين الله حجاب إذا دعوته تقربت إليه وطلبت منه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفل فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا يحتاج إلى أن تتوسط عنده أحد؟ أو تستخدم عنده أحد؟ يبلغ حاجاتك؟ هو جل وعلا يتولى ذلك بنفسه ويسمع دعاءك ويسمع تضرعك ويطلب منك يطلب منك ويلح عليك أن تدعوه وأن تسأله وأن تستغفره سبحانه وتعالى فالحاصل أن متعلقات المشركين باطلة ولكنهم مع بطلانها يتمسكون بها ويعارضون دعوات الرسل وهذه هي الآفة ونعلم أيضا أن حجة المشركين المتأخرين هي حجة المشركين الأولين ولكنهم يكابرون ويعاندون ويزعمون الفرق بينهم وبين الأولين مع أنه لا فرق لا فرق بين من عبد ضريحا أو قبرا أو عبد صنما أو عبد وثنا أو عبد وليا من الأولياء الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء والصالحين لا يرضى سبحانه أن يشرك معه أحد ولهذا قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكلمة شيئا عاما تعم كل من أشرك به مع الله سواء كان من الملائكة أو من الرسل والأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو من الأشجار والأحجار أو من الأضرحة ولا تشركوا به شيئا يعم كل شيء وعبادة القبور ودعاء الأموات هذا من عبادة الأوثان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنا يُعبد اشتد غضب الله على قوم تخذوا قبور أنبيائه المتاج فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لأنه غني عن الشركة وغني عن خلقه سبحانه وتعالى والعبادة لا تكون عبادة صحيحة نافعة إلا إذا خلت من الشرك ولهذا قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان شرط الأول أن تكون خالصة لله خالية من الشرك الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من البدع والمحدثات أما إذا كان فيها شرك فإنها مردودة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وأما البدع فإنها لا تقبل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل ولهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعمل عملا صالحا لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه يكون فاسدا مبنيا على غير أساس ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شوف لا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه نكرة تعم كل أحد الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار وكل ما عبد من دون الله يدخل في قوله أحدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لتقواه وأن يبصرهم بهداه وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين وأن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه صالحا وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلى الله وسلم على نبينا محمد وأرى أن الأسئلة كثيرة فنسرق لها بقية الوضع نعم جزى الله صديقة الشيخ خير الجزاء على ما بينا وأوضح والحقيقة من الأسئلة كثيرة فننفق منها ما يتعلق بمنضوع المحاضرة ثم نتني بما قد يحتاجه المدرة من أمور ترقية فيما يتعلق بالفرق وغيرها صديقة الشيخ حفظ الله مثل يُعذر المسلم بالجهل في التوحيد وفعل بعض المواقب ومثلا يُعذر بالجهل المسلم لا يُعذر المسلم الذي يقرأ القرآن ويسمع السنة والأحاديث هذا لا يُعذر به هذا ما هو جاهل هذا ليس جاهل الذي يُعذر بالجهل هو الإنسان المنقطع عن العالم الذي لا يبلغه شيء لا يبلغه شيء ما سمع القرآن ولا سمع الأحاديث ولا سمع سلام أهل العلم مُنقطع عن العالم ألا هو الذي يُعذر بالجهل أما إنسان يعيش مع المسلمين ويعيش في ديار المسلمين وفي العالم الإسلامي ويسمع القرآن أو هو يحفظ القرآن ويرجد القرآن ويخصبه بعشرات المرات ويسقن تجميده ويسقن أداءه ومع هذا يبقى على عقائد الجاهلية والقرآن ينهاه عنها ويحذره منها وقل آية تمر في كتاب الله إلا هو يتحذر من الشرك وتحذر من أمور الجاهلية ثم يقال هذا جاهل ألا بلغته الحجة من بلغته الحجة فإنه ليس بجاهل قال تعالى ووثي إلي هذا القرآن لنذركم به ومن بلغ والقرآن بلغ المشارق والمغارب ولله الحمد نعم احترى الله ليس يقول ما حكم قول الرجل توثنت على الله ثم عليه مع العلم أن الشيخ الإسلام رحمه الله لا يجب ذلك وكذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ثم ودك في تفاوى اللجنة الدائمة جواز ذلك أرضي توضيح الأرض وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن إبراهيم لا يجب التوكل على الله ثم عليه لأن لفظ توكل هذا لا يطلق إلا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إن كنتم مؤمنين على الله فتوكلوا وعلى الله فل يتوكل المؤمنون وعلى الله فل يتوكل المتوكلون ولفظ التوكل هذا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى وأما المخلوق فيقال وكلتك وكلتك في كذا وكاله وهم توكل وكلتك في كذا عمتك في كذا أنبتك في كذا ولا يقال وكلتك ولا يقال توكلت عليك هذا لا يجب وما جاء في فتوى اللجنة فيه نظر الحقيقة ما طالعوا كلام أهل العلم في هذا نعم حفر الله وليس يقول ما حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة مع العلم نشوف الإسلام رحمه الله يجيد ذلك وما حجة المانيين هذا كذب شخص الإسلام ما أجاز هذا قرأنا كلامه قرأناه وجدناه يستعلم أقوال من قال هذا ولم يبين رأيه فيه ولم يبين فيه رأيا وإنما يستعلم أقوال من قال هذا هذا الكلام والآفهن بعض الأقوان يجل يقرأ كلام الشيخ ولا يستكمله ولا يعرف مبدأه ومنتهى وإنما يقطع من وصها ومن عرضها ومن أولها ومن آخره يقطع جملها وأصطر ويقول قال سيخ الإسلام ما وجدناه يجيد الاختعانة بالجن مطرح إنما هو يحكي أقوال أناس وهو لم يبين رأيه في ذلك ولا يجوز الاختعانة بالجن هذا أمر لا يجوز الله جل وعلا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويقول ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا يام عشر الجن والإنس ويوم يحشرهم جميعا يام عشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فالآيتان أنكرتا على من يستعين بالجن من غير تفصيل ثم الاستعانة بالغاية منهي عنها الاستعانة إنما تكون بالحي الحاضر لا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائدين وإنما يستعانوا بالله عج وجل ويستعانوا بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه شرطين أن يكون حيا حاضرا وأن يكون مما يقدر عليه هذا هو الاستعانة الصحيحة للمخلوق سواء كان جنيا أو إن فيه فالجن لما كان غائبا إننا لا نستعين به وكذلك من الذي يدرينا أن هذا إذا تنزلنا وقلنا يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن من الذي يدرينا أنه مسلم قد يقول إنه مسلم وكذاب لأجل الخداع والمفر بنا لأن الشياطين لا يؤمنون أن يمكروا ببني آدم ويدعوا الإسلام وهم غير مسلمين ثم من هو من السلف الذي أجاز هذا؟ من هو الذي أجاز الاستعانة بالجن الصالحين أو المسلمين من الجن؟ من هو؟ إلا ما ذكره الشيخ فكاية وليس رأياً له نعم احترى الله ليس يقول فضيلة الشيخ كثيراً من الناس إذا انكرنا عليه مخالفة السنة بعد بيانها له قال هي السنة والإسلام لا يعرف تطر فما حكم ذلك؟ بارك الله فيه إذا قال هي السنة إذا نبينها لنا هاتلنا السنة من مصادرها الصحيحة من كتب الحديث الموذوقة فإذا أثبت لنا هذا فعلى الرأس والعين أما أنه يقول أن السنة بدون أنه يبين لنا ما يثبت هذا فسلامه مردود عليه نعم احترى الله ليس يقول فضيلة الشيخ إنه أحبك في الله هناك من يقول إنه لا يثلق إثن الكفر على الذي يأتي الأضرحة والقبور بنذر أو لبح أو استغافة أو استعانة لجب نفع أو لفع دور ويقولون لابد أولاً من إقامة الحجة عليه وهذه الحجة لا يقيمها إلا عالم ومنهم من يقول دع له كفر أما هو فلا يكفر حتى تقام عليه هذه الحجة فما هو ضابط إقامة الحجة حببكم الله أردنا ضابط إقامة الحجة في أول سؤال أنه إذا بلغه القرآن وسمع القرآن أو قرأ القرآن أو قرأ الأحاديث أو قرأ كلام أهل العلم فقد قامت عليه الحجة وإذا أشكل عليه شيء من القرآن أو من السنة أو من كلام أهل العلم وجب عليه أنه يسأل فإذا لم يسأل فإنه يكون هو الذي قد قصر الحجة بلغته وبلسانه وبلغته فإذا لم يرفع بها رأسا ولم يسأل ولم يبحث فإنه هو المقصر والحجة قامت عليه ومن فعل الشرك فهو مشرك نقكم عليه بالشرك ونعامله معاملة المشرك فإذا مات لا نغسله ولا نتفنه ولا نصلي عليه ولا نتفنه في مقابل المسلمين ولا نورف ماله لأقاربه المسلمين لأنه مشرك إننا نحكم على الظواهد نحن نحكم على ما يظهر لنا من فعله وقوله هذا الذي نعامل به الناس أما القلوب وما في القلوب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله وليس يقول فضيرة الشيخ رجل يقول إن أبغض شيء إلا بني اسم الثلاثية ويقول ينبغي أن نقول مسلم فقط ويكثر الحكام فما حكمه وما توجده الذي يغضب السلفية هذا ليس على مذهب السلف ما يغضبهم إلا إنسان يخالفهم في المذهب ومن خالفهم في المذهب إنه لا يكون مسلم لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحكام هؤلاء هم السلف والقرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إنه سأتي أو سأحدث من بعدهم قلوب الحديث فالذي يغضب السلف هذا جليل على انحرافه هذا ليس على مذهب السلف ما يغضبهم إلا إنسان وخالفهم في النذهب ومن خالفهم في النذهب فإنه لا يكون بسمنا لأن السلف يراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحكام هؤلاء هم السلف واركرون الذي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إنه تأتي أو تحدث من بعدهم قلوب الحديث فالذي يغضب السلف هذا جليل على انحرافه وعلى ضلاله ماذا يغضب السلف عليه على تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف من قدوتنا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقها الناجية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه أو لهم ثلاثة قال جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات فجل سحتها لأنها مقالدين فيها ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أو لهم الثلاثة الذين اتبعوهم بإحسان أحسن الاختباء لم يغنوا ويتشددوا ولم يتساهم بل تابعوهم بالاعتدال والاستقامة على دين الله عز وجل هؤلاء هم الذين بسرهم الله سبحانه وتعالى بهذه البشارة العظيم ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليصواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إلا تراؤوا في الرحيم قال سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان وقالوا لا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا كما هم مؤمنون كما هم سابقون إلى الإيمان وهو أخبر أن هؤلاء الذين يتون من بعدهم يستغفرون لهم ويترضون عنهم فالذين لا يترضى عن السلف ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هذا من المسلم ولا يتفي قوله أنا مسلم لأنني أنا مسلم كل يدخل فيها القاديان يقول أنا مسلم الرافض يقول أنا مسلم القبول يقول أنا مسلم يدخل تحت هذه الكلمة كل من ينتشب إلى الإسلام أما لو كان أنا مسلم على حق يعني كلمة صحيحة أنه مسلم ما هو بسدعاء هذا صحيح لكن يقول أنا مسلم هو على غير الإسلام كل من يقول أنا مسلم فلا يجب هذا الكلام فلوجب موالاة الثلاث والتباع الثلاث والاقتداء بالثلاث والمسي على منهج الثلاث رضي من رضي وسفق من سفق ما علينا من هؤلاء سنة الله وليس مباركة في المؤمن يقول هل الحالف بغير الله أكبر من القاتل في الإثمي مثل الذي يقول والنبي والتعبة الحالف بغير الله السر وقتل النف هذا كبيرا من تباعي للجنوب والسرك أعظم أعظم من الكبيرة السرك هو أكبر التباعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتباعي للسرك هو من ناحية أنه إتراك بالله هو أعظم من قاتل الله وأيضا السرك لا يغفر وقتل النف قاتل النف تحت المسيح إن الله غبر له إن شاء عزبه إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم سنة الله وليس يقول كيف نفسر أو نبرر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين في المسجد لمنذوي شريف المبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين ليس في المسجد في بيت عائسة دفنوا في بيت عائسة رضي الله عنه وكان بيت عائسة خالد المسجد في جمن الخلساء الراشدين وفي جمن معاوية بن نبي سفيان رضي الله عنه وفي جمن عبد الملك بن مروان كل هذه المجة مضت وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وكان الخلفاء يوسعون المسجد من الجهة الغربية أو السمالية أو الجنبية ويسركون جهة الشرط التي فيها الحجرة النبوية فلما جاء الوليد بن عبد الملك أمر أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد وأدخل الحجرات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غلط منه لم يوافقه عليه أهل العلم بل أنكروا ذلك ولكنه غلب بسلطانه بإمارته ونفذ ما أرد بغير فتوى من العلماء وبغير يضع من أهل العلم فالحاصل أن هذا أن آصل القبر ليس في المسجد إنما هو خارج المسجد وإنما أدخل به في هذا الوقت الذي ذكرنا من باب الغلط والتصرف السيء نعم حسن الله ريكم يقول فضلت الشيخ ما رأي فضلتكم فيما يحلق لحيته في هذا البلاد وعند منذ لبلاده يحلق لحيته بسبب ما يجب من مضايقات من الأمن وما نصلحته في ذلك ذاته موقع الذي يوفر لحيته هنا ويحلقها إذا ذهب إلى بلاده هذا أحد رجلهم إما أنه منافق يظهر كمسك في السنة هنا وإذا رهرت حقيقته وهو لا يريد اللحية وإنما وفرها هنا لغرض الجنيوي الله يتولى الأسرار سبحانه وتعالى والنوع الثاني من هو يريد السنة ويحب السنة ووفر لحيته لأجلس السنة لكن لما ذهب هناك وجدهم أنهم يتابعون أهل الدين خاف أنهم يأخذونه ويعذبونه وهذا ضعف هذا ضعف وخور الواجب أن الإنسان يتمسك بدينه يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهما كلفه السمن وما أصابه في سبيل الله فإنه في سبيل الله ومأجور عليه لكن ما أظن ما أظن منه ما يحصل منه شيء ولا يحصل منه أذى ما أظنهم يتابعون إنما يتابعون أناسا يحصل منهم فلسات يحصل منهم أشياء غير مناسبة فيتابعونهم من أجل ذلك وقد يأخذونهم قد يتبعونهم على حلق لحاهم لأنهم تصرفهم هم تطبيقهم للسنة يعني فيه خطأ فأما الذي يتمسك بالسنة ويسير على الطريق الصحيح ما أظنهم يتعرضون لكن لو تعرضه ولو ما عمل شيء فهو على خير يصبر على هذا ولا يحلق لكير يصبر عليها ولو سجلوه ولو نالوا شيء من الأذى يكبر على هذا نعم حسن الله عليكم يقول فضيرك الشيء ما رأي فضيرتكم في مقاطعة المنتجات التي ينبقها يهود وغيرها من الدول الأكسسان واليهود وضفاهد المسلمين وهل المسلم يؤذر إذا نوى بذلك وجه الله هذا من صلاحية ولي الأمر إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة سلاع الأعداء فإنه يجب الامتثال أما إذا لم يأمر ولي الأمر بذلك وسمح بها فلا مانع شرائها وتداولها هذا يتبع سياسة ولي أمر المسلمين نعم هذا من صلاحيات ولي الأمر نعم أحسن الله عليكم يقول فضيرك الشيء حفظ الله هل يجد القرود مع جماعة الكبير أنا أقول كل جماعة لا تهتم بعقيدة التوحيد ولا تدعو إلى التوحيد بل تجهد به لا يجوز الخروج معه وكل جماعة لا تلتزم بالسنة وإنما تأتي بإسطلاحات وأمور هم الذين خططوها وغير مطابقة لسنة الرسول لا يجوز الخروج معه سواء جماعة التبليغ أو غيره نعم أحسن الله عليكم يقول فضيرك الشيء نفع الله بكم بعض المعارض التي تقاموا لديان جرحات المسلمين في فلسطين وغيرها يكون فيها بعض الصور الجرحة والقتلة وهو أحيانا تورد عن فريق الفيديو والقفض من ذلك حفظ المسلمين على التبرع الإخوانهم فهل هذا العمل لا يجوز هذا العمل غير مناسب لا يجوز قامت الصور والجرحة هذا لكن يدعى المسلمون يتصدق على إخوانهم ويبلغون بأن إخوانهم مضايقون وأنهم يجري عليهم ما يجري من فعل اليهود يجدون أنهم يعرضون صور ويعرضون جرح هذا استعمال للتصوير وأيضا فيه في هذا التسلق ما أمر الله تعالى به وفيه أيضا تفتيت لعضو المسلمين يعني كما تظهر أمام الناس مسلم ممثل به أو مقطع الأعواء فهذا مما يرعب المسلمين ويرهب المسلمين من فعل الأعداء والواجب أن المسلمين لا يظهرون الضعف ولا يظهرون الإصابات ولا يظهرون هذه الأمور بل يبتمونها حتى لا يفتوا في عرض المسلمين نعم فالله يقول فضيلة الشيخ حفظ الله أحيانا يحتاج المدرس إلى عرض بعض الصور لدوات الأرواح يتفهم الله فهذا هذا يأتي نتبع ما كان عليه علماؤنا وشلفنا كانوا يعلمون ويدرسون مختلف العلوم ولا يستعملون الصور وهم أعلم منا هو الطلاب اللي جبل أحسن من طلاب اليوم والفهم موجود بدون هذه الأمور والصور محرمة صور محرمة وملعون من صورها ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تداولها إلا ما كان ضروريا من صور حفيظة النفوث وجواز السفر وبطاقة الشفطية لأن هذه أُزم الناس بها ولا يمكن أن يتوصلوا إلى مصالحهم إلا إذا كانت معهم هذه من الضرورة والضرورة لها حكم أما استعمالها في غير هذه الحالة فلا يجوز بل يجب ثلاثة الصور وعدم اقتنائها إلا الصور الضرورية التي ذكرتها لكم والتعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريبا من هذا العهد وما كانوا يستعملون الصور والمصورات العلمية من أن هذا لا يجب نعم حسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ حفظك الله سلام عليكم ورحمة الله أقوم بتجريف مدد الجغرافية وتثبت الحقائق العلمية أن أتعاقب الليل والنهار بسبب زوران الأرض حول ما تسيها مرة نوحلتهم في اليوم واحد هل هناك من نصوص الكتاب والسنة ما ينفي هذه الظاهرة الكونية هذه ما هي بظاهرة الكونية هل تخرص أنت جعلت ظاهرة الكونية ما هي بظاهرة الكونية مثل يدراك مثل يدراك أن الشمس تدور هل وقفت عليها هل وصلت إلى الشمس هذا كله تخرص ومن أقوال الذين لا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى الله أخبرنا أن الشمس تجري وأن الأرض قرار مستقرة ونحن نثبت هذا نثبت أن الأرض قاررة وأنها لا تتحرك ولا تميد ولا تلطرق وأن الشمس تجري لمستقرر لها والمشاهد كذلك المشاهد كذلك الآن شمس تمر من فوقنا ويصير نهار ثم تغير في العفق ويصير الليل تروح الناس من غيرنا وتطلع علينا مرة ثانية ويجي النهار ويجي الليل وهكذا يتعاقب الليل والنهار من أثر دوران الشمس على الأرض وجريان الشمس حول الأرض هذا هو ما الواقع والقرآن أخبر بذلك والشمس تجري لمستقر الله وأخبر أن الأرض قرار وأنها ثابتة وأنها ساكنة فنلغي هذا ونروح لنظريات الكفار ونظريات المتخرصين هذا أمر لا يجد نعم حسن الله وليس يقول فضيلة الشيخ حفظت الله في بعض المسابقات الرياضية يعطى الفريق الفائد أو الفصل الفائد أو الطالب الفائد الجائد فهل هذا مشروع أن يدخل في الحديث لا تبقى إلا لففنا وحافنا ومسا إذا كانت المسابقة في أمور علمية من علم الشرع في أمور علمية من علم الشرع الفقه أو التوحيد أو القرآن أو الأحاديث فالعلامة بن القيم أجاز هذا في كتاب الفروسية يقول لي أن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله فيقاس على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد النصل والخف والحافظ هذا من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم فيجو دخل الجوائز عليه نعم أحسن الله وليس يقول طبيرا في الشيخ ما رأي طبيركم في مصافة التلميذ الذي أهلاً يتعدد السادسة أو السبعة من عمره مع المدارفين في صلاة الظهور في المدرسة إذا كان التلميذ يبلغ سبع سنين تجوز مصافته لأنه تصح صلاته فكله نافلة تصح مصافته لقول أنس رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا ويتيم خلفه وأم تلعي من خلفنا واليتيم لا يطلق إلا على الصغير الذي دون البلوء وقد قام هو وأنس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله وردكم يقول رضي الله الشيخ ما رأي فضيرتكم في استعمال المدرس لقلب الطالب أثناء التصحيح أو قبوله لهدية الطالب فليأخذ ذلك في الغلود يدخل في الرشوة لا يأخذ من الطالب شيء لأنه مدرس وحاكم عليه يحكم عليه على جوابه فالمدرس لا يأخذ من الطالب شيء لكن لو قدر أنه أستاج إلى قلم والطالب معه قلم وتناوله موقعا لأنه ما عنده قلم فهذا أمر يتسامح فيه أما أنه يأخذ هديها وملك اللفت فهذا لا يجوز يعتبر من الإسفل نعم أحسن الله ليكم يقول فضيلة الشيخ أحدهم إذا أنكرنا عليه تركيبة الدش قال إنني شريته لمتابعة الأجناء للدروس التعليمية وأتابع نشرات الأخبار فقط ومستاحه ومستاحه في يديه وقمت بعمل شطرة الله فهذا العمل صحيح هذا ما هو صحيح وهذا تبرير للباطل لا يجوز لو يدخل الدش في بيته لأنه يجر عليه شرورا كثيرا والتعليم ولله الحمد حاصل بدون الدش يعني الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتعلمون ولا عندهم الدول وماشي في الأمور أحسن ما يكون في التعليم والآن يقولون الدش فيه تعليم تعليم للباطل نعم فيه تعليم لكن تعليم للشق وإن كان فيه شيء من الخير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والباطل فلا يجوز لمن يخاف الله عز وجل ويخاف على نفسه وعلى أولاده لا يجوز له أن يدخل الدش في بيته ولو كان يفتاحه من يده ولو كان ولو كان كما يقول ما يجوز هذا لأنه خطر وسيلة شر وسيلة تدمير وما ذكر في الدش إلا الشر الناس ضجوا من الدش الناس اللي فيهم غيرها وفيهم بقية الإيمان ضجوا منه لما فيه من الشروف نعم حسن الله عليكم يقول فضيلك الشيء ما رأي فضيلتكم في الاستعانة من أفطال الثغار كطلاب الصف الأول والثاني لإنشاد عدد من الأنشيط بصوت جمعي أمام الطلاق الإلهة الصبحية لا تربو الأولاد على الأنشيط لا تربوهم على هذا ربوهم على قراءة القرآن قراءة الأحاديث النبوية ولا تربوهم على الأنشيط هذا من فعل الصوفية هم الذين يتلذلون بالأنشيط يعتبرونها من الدين ويعتبرونها من الذكر فلا تنشئوهم على هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ والدة أربعة ابنة خالي يوما لكنها لا تعرف عدد الرضعات وهذه البنت والتي رضعت مع أخي خطلة ولكن لها أخت أخرى ولي أخي يريد الزواج من هذه البنت الأخرى فهل يجب ذلك أكتونا فبغم الله إذا كانت رضعت من أمك فلا تزوجها لا تزوجها إن كانت رضعت الرضاع الكامل خمس رضعات حرام على كلها وإن كانت ما يدرى كم رضع خمس أقل أكثر هذه مستبهة قد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال عليه الصلاة والسلام من افتق الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فجنبها والنساء كثير والحمد لله حسن الله وليكم يقول هل يجوز الأخذ من اللحية وهل ثبت ذلك عن بعض الصحابة والرواية عن إمام أحمد هل ثبت ذلك لا يجوز الأخذ من اللحية هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفعوا اللحاء أرسل اللحاء أعفوا اللحاء أكرموا اللحاء وما الحديث الذي ورد أن الرسول يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا حديث باطل لا صحة له وإن كانوا يريدون الآن أن يجعلونه في القمة ويجعلونه طوق الصحيح هو حديث باطل كما نص على ذلك أهل العلم والحمد لله وأما عن بعض الصحابة ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا تحلل من حجن وعمره يحلط راسه ويأخذ من اللحية هذا فعل صحابي هذا فعل صحابي وفعل الصحابي إذا خالف السنة لا يأخذ به هذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رضي الله عنه ما علم بهذه الأحابي اجتهاد منها رضي الله عنه واجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل لا يقبل إذا خالف الدليل لا يقبل وهو معذور في اجتهاده ومأجور أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجران وان لكن لا يجوي أخذ خطأه والعمل بخطأه بل يؤخذ بما صح وما قام عليه الدليل والذي قام عليه الدليل توفير اللحية وعدم التعرض لها ثم ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا دائما وإنما كان يفعله إذا تحلل من حجنا وعمر من نفس فقط نعم يقول عندي حساسية في الصبر وأستخدم البخاخ فهل البخاخ هذا يمكن الشيام الله أنا عندي فيه استال لكن صادر فيه من اللجنة الدائمة فتوى لإجازته أما أنا فلا أرى هذا أرى أنه إن كان أنهم تبرر ولا يستطيع يأخذ البخاخ ويقضي هذا اليوم لأنه مريض والمريض يخفر ويقضي اليوم قال تعالى ومن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام الأخرى نعم والبعض الآخر يرى أن الأفضل في دخول قسم المريض فبما توجيهوننا وفقط المضاق لا يفضل على الشريعة شيء إذا كان عندك رغبة في علوم الشريعة فلا تعدل عن ذلك هذا خير هذا خير لك وعلوم الشريعة هي العلوم النافعة في الدنيا والآخر أما العلوم الدنيوية هذه تنفع في الدنيا فقط تنفع في الدنيا فقط تنفع في الدنيا فقط لكنها لا تنفع في دينك نعم احسن الله عليكم يقول فضيلة الشيخ ما دور المسلمين فيما يحدث الآن في فلسطين وماذا يمكن أن يقدموا الإخوانين هناك قدموا لهم الدعاء أن يوصل الله المسلمين وأن يعينهم ويثبتهم ويقدموا الصدقة للمسلمين المستلعفين نعم يقول فضيلة الشيخ هل كلام عن الصعود عن فرش القمر الصحيح يجينا الأرض ليس في القمر ويش انتجادا في هذا الأمر يجينا الله جعل لنا الأرض قرارا نجعلها فيها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الحمد لله تكفينا الأرض وهذا العبث ما لنا فيه صالح نعم احسن الله عليكم يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يضعوا أموالها البنات الزباوية المنفشرة في بلادنا نظرا لعادة الموجود مكانا أو مشاريع يأمن على أموال فيها وبالتالي في نهاية كل سنة هناك فوائد فماذا يفحف هذه الفوائد إذا كان عندها موال يخاف عليها ولا لها مكان لا معنى أنه يجعها في البنك ليشفظ فقط ويسحب منها ليشفظ فقط ويسحب منها حاجته وما يخذ الفوائد عليها فلا يجوز هذا ربا لا يجوز أنه ياخذ الربا ثم أودعها من أجل فوائد وأودعها من أجل الكفر فقط لأنه ما يجد مكان يحفظها إلا البنك فيودعها للضرورة هذا من باب الضرورة لكن لا يأخذ عليها فوائد